سبع الخير عايزة أقولكم نهاردة عن التخاطر الجنسي من شياطين الإنس النرجسيين واحد شاف واحدة راجل نرجسي شاف واحدة عجبته هيبدأ يعمل إيه؟ هيدقق ويتمعن في كل تفاصيلها هيبدأ من بعيد لبعيد يتعامل معها هيبدأ يتقرب معها حاجة حاجة هيبدأ يقرب منها لما هيقرب منها هيشم البرفان بتاعها أو هياخد بياناتها من الآخر لنبشرتها حجم جسمها هيلم أي تفاصيل ولا إنه صارق ولا إنه معتدي ولا إنه نرجسي حقير ولا إنه حرامي أجساد وأعراض تمام؟ هيبدأ يعمل أي كلام ويحمح أولها من بعيد لبعيد ويسرق بياناتها كاملة وهيعمل إيه بقى؟ يبدأ أتقرب لها بأي نوع من أنواع التقرب بشغل، بفلوس، بشراقة، بأهلية، بأي شيء وهيعمل حاجة خطيرة جدا بما إنه هو بيتعدى حدود الله فقارينه قوي جدا أو عنده مس من الشياطين وبيعمله حركة خطيرة بيبدأ يخش الحمام يعمل العادة السرية على البنت أو الست دي ويسرقها كاملة في بعض منكم، طبعا في ناس كتير كلمتني وبدأت ألم الموضوع ده وحاول أفهمه البنت بتتعلق بشخص ملهاش علاقة بيه تماماً وبييجي في وقته معين بتحس بمشاعر رهيبة لدرجة منكم بتبقى بتوصف الحالة وكأن حد معها أو وكأن فيه هجمات بتحصل هي مش فاهمة سببها إيه في اللحظات دي يا بنات بيحصل تخاطر جنسي من النرجيسي لأنه أخد جزء من بياناتك رحتك شكل جسمك فيه بنات منكم لهم علاقات مثلاً خطوبة أو شيء بيبدأ ياخد منها مثلاً ملابس أيولاي عايز تيشيرت مثلاً أو حاجة بس فيه ريحة جسمك ويبدأ يستخدمه في العادة السرية الجنسية وبيعملوها كمان في الحمام ففي خبس وخبائس فبيبقى من الآخر في قارين وفي خبس وخبائس ومن الآخر البناء دم دمه هو إلا بيبقى شطان إنس ومتلبسه من الآخر جن فبيستخدم ده كله في وسائل إخضاع ليكي البنت بتقول أنا معرفش إيه اللي بيحصل لي ومن الآخر أنا فجأة بلاقي نفسي تم تغييبي وفجأة لقيت نفسي عملت نصيبة عملت نصيبة إيه اللي حصل أنا معرفش عرفتم إيه اللي بيحصل؟ أيها اللي بيحصل ده بيسرقوا البيانات بيستخدموا الشياطين والقارين لإخضاعك ومن الآخر جرّك في طريق الزنا قولوا حسب الله ونعمل واكيدا في بنات منكم قالت لي في توقيت محدد أنا مبقى عارفة موضوع التخاطر وعارفة إيه اللي بيحصل لكن أنا مش عارفة وأقفه بص يا بنات إحنا مع بعض لأن طبعا الموضوع بقى كبير وكذا حد وأنا ملاحظة الموضوع وبقيت إن أنا بحطه عندي وبسجله والحمد لله في ناس منكم بدأنا يعني نفكر مع بعض إزاي نقدر نوقف الحقارة النفسية من الأباليس والنرجسيين وساختهم إن شاء الله يا رب هنقدر نعمل برنامج لوقف التخاطر الجنس النرجسي القذر واستخدام القارين بتاعك لأن خلي بالك القارين بتاعك كمان بيساعد القارين بتاعه في إن ياخد بياناتك في بيانات منكم قالتلي أنا أحيانا ببقى قاعدة وكإني حد بيطلب مني إن أبص على حتة في جسني وكإني بصور نفسي طبعا الكلام ده ما فيش حاجة تصور بتحصل وكإني بيتقلي أردر وكإني باتأمر أمر ومبقاش فهمة إيه بالزبط اللي بيحصل في اللحظة دي بيكون القارين بتاعه أو الجن اللي معاه بيؤمر اللي معاك فبتكوني إنت ضعيفة جدا نتيجة الغفلة عدم الصلاة ما بتحصنيش نفسك في حاجات تانية إن شاء الله أو ممكن نفكيك فيه يعني هو أسان سمعنا ما عرفش الكلام ده صح ولا أقا ممكن كمان بيبقى الجن اللي معاه أو القارين عاملك سحر سحر جلب كمان فالموضوع أعمق من إن إحنا نتكلم في الفيديو بس إن شاء الله هحاول طول الوقت طبعا مع المتابعة مع البنات مع البرنامج اللي هنحط إن شاء الله مع إن إحنا بنحاول نفهم إلي بيحصل لأن في ناس كتير وقعت في بنات كتير موجودين معايا وقعهم مش واحدة بس يا جماعة الموضوع كبير وقعهم بسبب موضوع إن أنا عارفة إن أنا مع بنا آدم الزبالة وأنا مش عارفة سيبه ومسيطر علي وأنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي ممكن تكون في علاقة خطوبة أو لك الجواز أو علاقة ما لهاش علاقة بيه خالص ولكنها بتنسحب حرفيا لحاجة غلط وإيه اللي بيحصل مش عارفة يا جماعة بيتم سرقة بياناتكم زي ما قلت لك وموضوع العادة السرية والخبص والخبائص في الحمام وربنا المستعين إن شاء الله هنحاول نشوف البرنامج اللي ممكن نزله هنجربه مع بعض طبعا أنا في منات قلت لها على الموضوع البرنامج ده هنجربه مع بعض تمام والله المستعان وزي ما قلت لكم إحنا بنقول يا رب وإحنا ماشيين مع بعض في طريق التطور والتحديث وفهم النفس والتواصل مع الذات وإن إحنا نحسن علاقتنا بنفسنا وعلاقتنا بربنا وعلاقتنا الاجتماعية وإن إحنا ماشيين مع بعض في طريق التطور إن شاء الله هنحط البرنامج مع بعض وهنطبقه والنتاج كمان هنقولها للناس ولكن افهمي انك ممنوع يا بنات حتى لو خطيبك تديلوا اي حاجة من حاجتك فيها راحتك حتى الاجزاء اللي في جسمك فيه اماكن ما ينفعش ادبان لان هما بياخدوا الاماكن دي وبيستخدموها في القزارة دي ان شاء الله زي ما قلت لكم الحرب اللي ما بيننا وما بين النرجسيين اللي هما شياطين الانس ان شاء الله ممتد ان فيه ستات نرجسيتين بتعمل نفس الفكرة فالتخاطر الجنسي دي يا جماعة الله يبارك لكم لازم نتعلم ازاي نوقفه ازاي نقوم الفكرة ازاي ان شاء الله نشوف اسكار او نشوف حاجات يعني هنشوف اي حد ان شاء الله يساعدنا ازاي نفهم موضوع نقل البيانات ونقل الصور ونقل كل شيء لان احيانا فيه بنات بتقول الشخص ده عارف عني حاجة مفيش مخلوق يعرفه عارفها من القرين عارفها من القرين عشان كده خلونا واحدة واحدة ماشيين مع بعض ان شاء الله ربنا هيعننا ان احنا نفهم انفسنا ونساعد بعض في طريق التطور وماشيين مع بعض ان شاء الله البنات اللي هتطبق البرنامج مع بعض بس عشان يبقى فاهمين البرنامج ده استحالة هياخد يوم او اتنين احنا على الاقل ماشيين تلاتة شهر مع بعض فان احنا هنطبق البرنامج ده عشان نوقف موضوع التخاطر الجنسي ما بين النارجسي والبنات طبعا ما عافش الرجالة اخبرهم ايه بس يا ده اللي منتشر جدا 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 بالنسبة للبنات اللي معي لازم يا جماعة تبقوا فاهمين ان انت بتشغلين مع شياطين الموضوع من الصغير انت بتقومي شياطين انت بتقومي شياطين مش بتقومي بنا ادم لأ انت بتقومي شطان جوه بنا ادم فقوطه اعلى من قوتك بكتير فانت محتاجة استعانة محتاجة قوة محتاجة ربنا معاك محتاجة من انت عشان لان في بنات كتير يا جماعة وقعت في مشاكل ضخمة واحنا بنحاول نحلها مع بعض الله المستعان تعالوا نقول يا رب عنا على شياطين الانس دول يا رب يا رب عنا على شياطين الانس لانهما استغلونا من خلال الافكار او من خلال غفلتنا او من خلال جهلنا الله المستعان ربنا ان شاء الله يعننا ويفتح لنا ابواب البصيرة وابواب علمه الخفي الذي لا يعلمه الا هو عشان نقدر نفهم بعض ونساعد بعض ونقاوم مع بعض نقاوم الاستغلال النرجسي القذر من شياطين الانس الاستغلال التحكم والاستغلال والسيطرة وهدم الامانة النفسية للانسان في العموم ان شاء الله الله المستعان ربنا يا سهلنا ان شاء الله هنجرب البرنامج مع بعض وانا لسه مقلتش البرنامج بس ان شاء الله هنجربه مع بعض بس أنا حاولت أديكم فكرة كده عامة في موضوع القزارة الجنسية أو القزارة في التخاطر الجنسي من نرجسيين للبنات أو لكم أو ممكن أستاذ كمان بتعملها لضعف الشخص الآخر أحيانا لما تلاقي نفسك منجزب بطريقة معينة 24 ساعة بتفكر في الشخص مش قادر توقف فيه فالموضوع فيه وسواس وفيه تخاطر جنسي وفيه شغل شياطين وقارين وخبص وخبائس كمان السلام عليكم